اشتركوا في القناة مدار ثلاثة ايام في سرية رام الله السنة هاي فكرة المهرجان اللي هي على طريق البرتقال اللي هي حياء الذكرى 75 للنكبة منحاول من خلال الانشطة اللي نحن نظمناها نعرف الاطفال ونعرف المجتمع الفلسطيني على فلسطين ما قبل النكبة انه هي ذكرى النكبة هي عايشة معنا كل يوم هي مش ذكرى حصلت قبل 75 سنة وانتهت هي لغاية اليوم النكبة متواجدة والنكبة مستمرة المهرجان يقام بالتزامن مع حلول الذكرى 75 لنكبة فلسطين الامر الذي القى بظلال هي على كافة فعالياته التي استهدفت ترسيخ الذكرى التي تمتد اثارها لاربعة اجيال وكان هؤلاء الصغار على رأس اولويات المنظمين للتأكيد على انهم مهما مرت السنين لن ينسوا ما حلى بارضهم واجدادهم فهنا معرض وثائق واصور السرية ما قبل النكبة ورشة فنية تحت عنوان هويتنا ولعبة تقمص شخصيات حية تحت عنوان عشان ما ننسى هذا الجزء اللي بنحاول نوصله بالمنتدى الفنون البصرية انه نحكي عن نحكي وكمان نخلي الاسماء مألوفة انه الاسماء ما تنتساش الاسماء ظلها موجودة القرى والتاريخ طبع فلسطين قعد بنمحة مع مرور الزمن مع الانترنت مع سياسات الاحتلال لانه تمحيها ونخلينا ننساها بس الجيل الجديد لازم يضلوا يتذكر دردارة وليش بس بسماء عنها بس بسماء عنها ليش ما بنوعد زورها؟ انه احتلال موجود فيها بصمت مدينة حيفا يعني مثلا فيها البحر مشتهرة بالسمك رسمت كفر سبت لان اليهود منعونا ندخلها مهرجان نوار نيسان اصبح عادة سنوية منذ العام 2012 تقام في مدينة رامالله ويركز المهرجان في كل عام على احياء جانب وطني معين من خلال فعاليات تتعلق بالحفاظ على الهوية الفلسطينية واحياء التراث في تحدي لكل محاولات الاحتلال لتمسي الحضارة الفلسطينية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة